موسيقى لضربات قد تكون احد وسائل المطالبة بالحقوق وهي اذا كانت ضمن القانون ويجب ان يكون القانون ايراعيها فاعتقناها مسئلة مشروعة ولكن ايضا يجب لما نقول قانون معنات القانون راح يوازم ما بين حاجة الناس ومحاولتهم البحث عن وسيلة يعني خلقوا الوصول الى حقوقهم مقابل حقوق المجتمع ايضا وبالتالي لا ارى ان الانسان من حقه ان من باب المطالبة بحق على اقل جزئي يضر المجتمع وبالتالي خلاصة الكرام بان انا معه حق الانسان في الاضراب بشرط ان يكون ضمن قانون يحفظ حق من يطالب بحقه عن طريق الاضراب مقابل ايضا حق المجتمع في استمرارية الحياة الاضرابات هو نوع من نوع التعبير لكن ليس هو الحل الحل الصحيح هو التوجه للسبل القانونية القانون ياخذ مجرى وتأخذ الحقوق للموظف اما ان العمل على اضرابات هو وسيلة ومسال التعبير ليس الا يعني اذا انت تعبر عن بسلوب راقي افضل من الاضرابات يكون الاضراب من جرد وسيلة لا اكثر ولا اقل الان يلجأ الاهل الموظف في حال وجود تعنت ما يفضل لجوء الى القانون احنا دلت قانون دلت مؤسسات تحب تاخذ حقيق عن طريق القانون اول شيخ انطالع مبدأ الاضراب يعني الاضراب اعتقد انه حق للعامل في شتى بقاع الارض ولكن الاضراب كبكج كامل يعني انت كعامل يجب ان تتقيد بكافة القوانين وتؤدي كافة الحقوق كافة الواجبات عفوا علشان تتمتع بالحقوق اللي كفلها القانون فبالتالي يعني الاضرابات نعم وسيلة جيدة للمطالبة بالقوانين شوف القمع عمره ما كان حل حق مشكلة نعم ممكن يحلنا مشكلة عنية ولكن ما رح يجد حالة منتجة وحالة مفيدة للمجتمع اصلا فلسفة القمع مرفوضة لست مع القمع دولة فيها حرية فيها ديمقاطية نلجأ للقمع لست دولة ديكتاتورية مثل ما قد لك في السابق نلجأ للقانون ومحاسبة الموظف الموظف خرج بدون اذن يتخذ عليه اجراء اما ان يتم قمع الاضرابات باسلوب غير حضاري بالعنف هذا لا استطيع ان يكون دولة المؤسسات يجب ان لا تكون بهذه الطريقة اشوف الحل الآن قضية ان المؤسسة التشتريعي لازم تتخرع الخط توجد القانون الصح المناسبة طبعا بعد استشارة الخصائيين بعد استهلاك النقاش فيها وبراجعة اصحاب الحقوق انا اعتقد ايضا وجود بروز ظاهرة النقابات وهذه جدا مهمة من اسف في البلد والكويت صحيح في نقابات عمالية ولكن ليست بالكم الكافي ولا بالنوعية المطلوبة الحل اللجوء الى السلطة التشريعية ليكون هناك تشريع خصوصا في مسألة الكوادر زج العالم في هذه الكوادر من هذه الطريقة غير مدروسة لا يجب يجب ان نشبه للجميع الان هات الكوادر طبقت على الشخاص والشخاص اخرين لا تطبق عليهم الكوادر لذلك يجب ان تطبق الكوادر على الجميع الحل اعتقد مو صعب لكن الحل بحاجة الى قرار واحنا اعتقد بحاجة الى هالقرار منذ فترة طويلة الحل في تطبيق القوانين وحسن الادارة لانه خلنا نكون واضحين عودة مرة اخرى عزيز المشاهد بعد هذا التقرير وشفنا طبعا في ناس رافضة الاضراب بشكل جميع اشكاله ولكن يقولك حيث يكون فيه قانون ايضا يمشون عليه بالنسبة لموضوع نرجع لموضوع الاضرابات وموضوع القرار اللي هو ستمية خمسة وعشرين شنو مشاكل القرار هذا استاذ فهاد وخلنا ناقشها من ناحية القانونية وايضا من ناحية المدنية هذا قرار ستمية خمسة وعشرين صدر من مجلس وزراء وتكون من سبع جهات في الدولة واللي احزننا وهزنا كعمال نقابيين تفاجأنا فيه نحن في دولة مؤسسات وفي بلد ديمقراطي تفاجأ من قرار يضم الجيش والحرص الوطني والداخلية وحطي معاه الفتوى التشريع واعتقد الشؤون ومالك كده جهة ولكن يعني امر يعني مثل مجلس وزراء يصدر قرار مثل هذا احنا ونرح قرار عشان شنو هذا قرار لقمع الاضرابات والاعتصامات جميل زي احنا في بلد الكويس عبطتك بس لش يخطوها على نفسكم بس ليش ما تقول ممكن من احد من الجاليات مثلا لا سمح الله او من احد او ما طلع على بعض التصريحات اللي اسمعها بالاعتصامات ومالاعتصامات طلع هذا القرار جميل وثانيا احنا اعتصاماتنا بالكويت كنا نسمح بالسابقة وقرأنا بالتاريخ الكويتي كان فيه هناك اضربات ايام النفط كان مع الاجنبي ومع غيره الان احنا الحمد لله جميع اعتصاماتنا وضرباتنا على المجلس السنوات الماضية كلها في مواقع العمل ولا ترتقي انك انت تروح الجيش لهالجيوش عليهم ويعتصامات سلمية وضربات سلمية طيب فلنكن واقعيين وكذلك معنا الرأي القانوني الان اخوي عبد الرحمن يعني انتخذت حقك الان وعطاك حق الدستور مثلا او القانون اللي مو منص عليه انك تسوي اضرباتك لكن من حق الدولة ايضا ان تجعل هناك خطوط امن او حماية ايضا يمكن هي تحامي انك بعد ترى نفس الفكرة في نفس الاضراب فمو مشكلة لو يستخدم الجيش او الحرس الوطني او الداخلية حقه كدولة نتمارس امنها ايضا بالطرق اللي يتبيها بجميع مؤسساتها صح ولا لا هذا لما ينزلونهم لحدات اللي صارت بخيطان وغيره انا معك بس على ابنائهم الكويتيين انا معك اللي في مواقع عملهم هذا غير صحيح لكن احنا قاعد نشوفها حتى اصلا حتى في الدول العربية والدول الخارجية ايضا ان الجيوش تخرج لصد ايضا او ايقافهم لحد معين فقط لغير لا يوجد هناك الاشتباكات لا يوجد لحظة فيه مفهوم خاطئ ترى عن العمل النقابي تولد يعني تحطون في بالكم اننا حابين هذا الامر او الاعتصام او الاضراب تقبل الله ان اكره ما عندنا الاعتصام والاضراب بعض الناس هنا بالشارع على بالهم انا مستانسي على هذا الامر يعني اهو يقول لك الكيخ العلاج يعني اخل العلاج الكي يعني اه الاضراب يجينا من الجمعيات العمومية انت تبع غنوات خطوات اولية تجتمع مع جمعيتك العمومية يا جماعة وتهدي بالبداية وكذا لين الناس تمفجر من الظلم اللي يوقع عليها وكان قابل انت ممثل لهم لا بد انك تسوي اعتصام والاضراب يجيك على مراحل في الدول الاوروبية وغير العربية واللي حصل حتى عندنا يجيك اعتصام سلمي في البداية بعدها يجيك اضراب جزئي ساعتين على مراحل بعدها يجيك اضراب عام ثانيا مثل المواقع الحساسة انت تظن ان الحركة النقابية او احنا كاتحات مثل الحركة النقابية ان نرضى على انفسنا ان في بعض الجهات اللي يجونا بعض الاخوان يبوني يضربون مثل الصحة او الاطفاء هذه نرفضها رفض قاطع ونرفضها يعني دائما نرفض هذا الشيء التوجه الى الاطفاء لان هذا حماية اروح اهلنا جميل جميل انت الان صار فيه تناقض لا لا مو تناقض صار في تناقض لمواقع الحساسة انا معاك شين رايك مواقع حساسة وصوص بالضبط شنو اهلنا الاضراب اوه يقول هني مواقع حساسة وهني ما هو كله اضراب لا الاضراب في مواقع الاخضر ايضا في عملك في عملك الدولة ايضا محتاجتك انت كشخص في عملك في مكانك لما تطلع مثلا الف ولا خمسمية ولا اربعمية في الحالات الانسانية اللي بيطلع من لازم تفرق خلق أنا ما اقول لك الحساسة مثل شنو مثل الفنيين التعقيم او ما غير اللي مع الدكاترة جميل زين وحالات انسانية وحوادث وكذا تبي يضرب وقاسم انه يعمل طيب اللي حصل في وزارة شؤون في دور رعاية ايضا هناك لا 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 اعتصام لا لا اعتصام قلت لك ببداية منظم رقي ورحمة سموه جميل ودليل ان الاعتصام عحامل الباج وقاعد يرعى النزيل ما طلع برا طلعوا اخوان الباقين اما اللي عليه في اثناء عمل ما ادي عمله احنا الاعتصام او الاضراب يجمع او توجيه رسالة للحكومة يعني اجلسوا معهم شوفوا ش اللي طال بنا احنا احنا ما طال بنا مستحيل احنا نقول لك صار فيه تخبط ولو الحكومة وانا ثقتي برئيس من السوزرة كبيرة لو ينزل او يجي يزور دور رعاية من باشي رح يطلع لهم غرار لما يشوف بعينه ايالا الكويتين اللي قاعدين يقومون بخدمة المسنين تشكو اصلا ضعف المسؤولين هذا اللي انا قاعد يقول هذا اللي اللي انها عشرة تسين صيح والنقابات بمطالبهم وتعالوا لا ومفندين لك المطالب ما طالبوا يعني مثل بعض الاخوان الان مثل المهندسي انا الناس لما اتكلم عنهم مثل هيا عامل شباب الرياض الان الفنيين المساعدين المهندسين نعم هم الشريح اللي تعمل اكثر من المهندس ما عادتهم ولا بدأ احنا في محل تقييم لا انا قاعد يقول لك انت انا مطالبكم انا معارك بس يعني ياري تنوخر عن سال